تبعت فترة الجيل الزهبي لمنتخب إسبانيا طب تعرف مين حضر الأساس للجيل ده لويس أراجونيس واحد من المدربين التاريخيين لمنتخب إسبانيا أراجونيس اتولد سنة 1941 في قاريا ريفية في مدريد وبدأ مسيرته كلاعب مع ختافي ومنه لريال مدريد ولكنه ما قدرش يثبت نفسه علشان يروح للغريم أتلتكو واللي لعب معاه عشر سنين لحد ما اعتزل سنة 1974 وبعد اعتزاله تولى أراجونيس تدريب أتلتكو مدريد ومع نديه التاريخي كلاعب قدر يقوده للفوز بالدوري والكاس وكاس السوبر اللي أخده أربع مرات خلال مشواره درب كتير من فرق إسبانيا الكبيرة علشان في 2004 وبعد 30 سنة تدريب يقدر يوصل لتدريب منتخب إسبانيا الأول أراجونيس طور منتخب إسبانيا وحط حجر الأساس للجيل الزهبي وقدر ينهي مشواره مع المنتخب بالتتويج بيورو 2008 أو اللقب في تاريخ إسبانيا علشان ييجب عديد البوسكي اللي كمل المشوار بالجيل وكسب اليورو تاني وكاس العالم وفي 2014 توفع راجونيس بعد خمس سنين من نهاية مشواره التدريبي